السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد وسريع. الحقيقة موقع اه اه انا بعتبرو كنز اه لعاملين في مجال الفيزياء. ده كاتر بقى ابتعه الفيزياء وطالب ابتعه نبتعه الفيزياء. هيستمتعه به جدا. هو اكيد طبعا عنده كنته اكتر من كده بكتير. بس لما لقيت الموقع ده الحقيقة حبيت اشارككم فيه. ربما يكون حد مش عارفه او ما اطلعش عليه. حتستفدوا مني كتير. واددل على الخير كفاعله. الحقيقة عجبني جدا البرميشنز تاح ده. بليز في الفري تو يوز اني او دا كونتينت on this side for non profit educational purpose. يعني ازا كان بحاجة اه اغراض غر بحية. طبعا مش حبيع او ادي قرصات او ادي حاجة بفلوس او كده. لا اغراض اللي عامل الكلام ده عامله فور فري. فيبقى حرام ان احد ياخده وياخد فيه فلوس. يعني لازم يبقى العلم اه متاح للجميع زي ما اصحاب الموقع اه ارتدوا لنفسهم يعني. الموقع ده اهو. هو physics interactive physics simulations. الحقيقة كنزي يعني البرميشن اهو واللاصطة update زي ما احنا شايفين. الكاينيماتيكس اهي. ادي عدد اه مهول اهو من التجارب اللي موجودة عندنا. بنقدر نتعامل معاها اهو لو انا وقفت هنا اهو بالشكل ده كده ونعد بقى التجارب زي ما احنا عايزين. بنختار كل دي عبارة على عشرات. لو انا اخترت مسلا اهو بالشكل ده كده بتديني بيطلع لي التجربة وبقدر اتحكم في كل البرامتالز الموجودة عندي بالمنزر ده اهو بالشكل ده اقدر اشيل اللي اشيله احط اللي احطه بالمنزر ده كده اهو واقدر اتحكم في اي شي اهو انا عندي التجربة اهي بالمنزر ده كده بقدر اعمل اللي انا عايزه في التجربة بالشكل ده كده وبنشوف التجربة بتمشي على انهي نحو بشوف التغييرات يعني ما باخد ده بغيره الزوايا بتتغير والحاجة كلها بتتغير اهو لو انا جبتوا الناحة التانية بالشكل ده كده وبيقدر اقدر اضغط على العلامات كلها عشان اقدر اخد البرامترز اللي انا عايزها طبعا انا مش متخصص فيزيا فانتو بقى قادرة مني يعني طبعا هنا ريسيت وباخد التجربة لو خدنا تجربة مثلا في الفورس هادي التجربة الفورس بالشكل ده كده اهو الاحتكاك بالمنزر ده كده اقدر اغير اي حاجة من البرامترز اللي موجودة عندي اهو لاحظوا انا بغير هنا بيتغير عندي القيمة بالشكل ده كده اهو كل البرامترز بنقدر نتحكم فيها من هنا عندي والبيانات موجودة وبقدر ابدأ التجربة بتاعتي الجسم ده اشوفه هيتحرك ازاي وازاي حتتغير طبعا ده بيفيد باقي ده كاترة الفيزياء في اسناء الشرح في المحاضرات او في العملي طبعا حدس ولا حرج دي نمرة واحد نمرة اتنين يعني ازا كان بيقدر يعمل التجربة ممكن هيقدر يعمل عشرة الحاجة اللي اهم من كده ان الطالب حيبقى عنده الجرأة انه هو يتعامل ومش خايف ده حاجة على الكمبيوتر مش خايف وحيبقى مسلية وطبعا معظم الشباب دلوقتي بيحب يستخدم الموبايل او بيستخدم التابلت او الجوال بتاعه فيبتدي يعمل التجرب دي على ازا كان هتشتغل على الجوال انا ما جربتش الحقيقة لكن على التابلت بتشتغل وغالبا بتشتغل يعني فيستمتع بيها الاضافة لحاجة التالتة انه ممكن ده يبقى انواع من انواع الواجبات او النشاطات للطالب يعني يتم بتكليف كل مجموعة من الطلاب او طالب لحاله بقى مش كل مجموعة مش محتاجة فكل طالب في البيت بيتكلف بتجربة معينة بياخد قراءات معينة وبيحل مسائل وكذا وبيعمل سكرين شوت ويبتدي يسلم النشاط بتاعه يعني كان نوع من النشاط طبعا بناخد حاجة تانية عندنا هنا بالتجرب بتاعتها بالشكل ده كده عندنا الويفز وحدس ولا حرج بالشكل ده كده عندنا تجارب اللايت او الضوء لا حصرة لها والتداخل والحيود وا 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 الى اخره اهو مسلا عملية تستخدم المنشور اهو بالشكل ده كده بقدر اتحكم في كل البرامتر زوية المعطيات اللي عندي بالشكل اللي انا شايفه لحضراتكم ده كده ونبتدي نشوف التجربة والتغير بتاعها بيحصل ازاي اهو بعض اغير لغاية لما نشوف الضوء هيحصل له ايه بالمنزر ده كده اهو اقدر اغير اقدر اغير بالمنزر ده كده اهو بتحكم في الزاوية واشوف الانقصار بتاع الضوء ايه لا اكو طبعا انا مش بتاع فيزيا فمش هقدر افتي ولا اقدر فحضراتكم هتبقى قادرة مني بالشكل ده او الموجات المارسية الكهربية وبقدر اتحكم لو انا بدأت التجربة بتاعتي هنا اهو بيشوف هاي بتتحرك ازاي بالمنزر ده كده واقدر اوقف التجربة اعمل عملية تجربة بقى اللي هنا السوائل بالمنزر ده كده او عملية الطف لو انا اخترت مسلا تجربة بالمنزر ده كده اهو واقدر اغير البرامترز اللي انا عايزها اهو بالشكل ده كده لو انا عايزها بسرعة ابطأ شوية اهو وابتدي اقول له مثلا رن واشوف الجسم اللي موجود عندي واشوف المعطيات بتاعتي اهو واقدر اتحكم في كل اللي انا عايزه بالشكل ده كده عاطيني بقى هنا الماس اوف اوبجيكت البونسي فورس الوبجيكت ويت النورمال فورس الى اخره ونقدر الطالب يحل مسائل ويعمل تجارب واحدث ولا حرب لكن احب اتقرر وعيد تاني على شيء مهم جدا اللي هو البرميشا واسمح لي ان اسمح لأي حد ان يستخدم هذا الموقع مجانا بس هو عامل شرط واحد ان في الاستخدامات غير الربحية في التعليم يعني تستخدم في التعليم دون الحصول على مقابل حتى مقابل ادبي يعني انا عشان ابرق زميتش من ربنا سبحانه على ان اي شخص يستخدم هذا الموقع لابد انه يشير اليه ويحط الرابط بتاعه حتى لا يستأثر لنفسه بالفضل ويحرم اصحاب العمل من ثواب هما محتاجينه او اي لأي ان كان الغرض يعني هما الناس مش عايزين حاجة حتى ما فيش اعلانات على الموقع يعني فان شاء الله يعني اللهم لا تجعد في عملنا رياء او سمعة ورب ان شاء الله يوفق الجميع للاستفادة وارجو ان تبقى دي سنة ان كل حد يلاقي شيء يفيد حتى الاخرين ده مش تخصصي خلص انا استاذ دكتور علم تحالم في جامعة سكنرين وبالتالي بعيد عن المتخصص خلص لكن ربنا سألي هذا المكان ربما اكون سبب او ربنا ريت لخير ان اخذ بيه سوابي ان شاء الله عن رغم نوعش بتاعي لكن ادالة على الخير كفاعل الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله سريع ومفيد باذن الله للجميع ان شاء الله او لو في اي حد عايز يسيب اي تعليق او رابط الاماكن اخرى دون دعاية طبعا يسعدني ان اعلن عنها في القناة عندي ان القناة عندي غير ربحية ما فهاش اعلانات مفيش فيه دخل فيها فبالتالي يسعدني حاجة زي كده للي حب ينشر الحاجة بتاعته شكرا وبالتوفيق ونلتقي على خير باذن الله وانتم في اتم الصحة وفي احسن حال وارجو نشر الفيديو الاكبر عدد ممكن نشارك كلنا في السواب ان شاء الله وفائد الطلابنا باذن الله